الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الآن موجز إخباري جديد مع منا الشراوي إليك مننا شكرا لك حسام الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلاين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصدقة وأيضا استمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد مشيدة برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنياته الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاقتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الاتثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا وذلك بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركة قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركة قطاع الأعمال العام حيث عرض الوزير مستجدات تطوير شركة قطاع الأعمال العام خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءة المتميزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف الجهود المبدولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الرأي في الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة وذلك تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهاية الترع وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رأي الأراضي الزراعية والمستصلحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي وأضف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون وزيلنسكي سيبحثان نشاط العدواني الروسي المستمر إضافة إلى الدعم الاستراتيجي البريطاني لأوكرانيا تأتي الزيارة بعد يوم من إعلان الخارجية البريطانية أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يرمي إلى تجديد حزمة العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358 165 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2223 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر